من جديد تعود عدن الى خط التوتر الامني لكن هذه المرة بين المقاومة الجنوبية وقوات التحالف العربي فالمقاومة الشعبية الجنوبية نشرت نقاطا امنية تابعة لها على الطريق الممتد من المطار بخور مكسر الى مدينة البريقة حيث مقر قوات التحالف العربي واكدت مصادر اعلامية ان الانتشار الامني اتى على خلفية تجاهل قوات التحالف لمطالب المقاومة الجنوبية والمتعلقة بوجود طارق صالح بعدا ادانت المقاومة الجنوبية تسهيل مرور واحتضان طارق صالح واعتبرت وجود قيادات تابعة للنظام السابق استفزازا لتضحيات الجنوب والسهتارا بدماء الشهداء ومشاعر الجرحى ورفض مجلس المقاومة الجنوبية في بيان الله تجاوبه مع اي توجهات لاعادة تجميع القيادات العسكرية للنظام السابق او بناء معسكرات تدريبية لها وحذر البيان اي طرف يقدم التسهيل لقيادات نظام المخلوع صالح لم تكتفي المقاومة الجنوبية بالادانة بل اكدت استعدادها لاتخاذ الاجراءات اللازمة منها رفع درجة الاستعداد القتالي داعية عناصرها للاستعداد لتنفيذ التوجهات الميدانية مطالبة في الوقت ذاته التحالف العربي باحترام ايرادة الجنوب تاتي التوترات الامنية بين المقاومة الجنوبية والتحالف العربي بعد انباء تحدثت عن وصول طارق صالح الى مقر التحالف العربي بالتزامن مع انباء اخرى عن وصول ضباط جنوبيين تابعين لحرس نجل المخلوع صالح الى مدينة المخا يرى مراقبون ان التحالف العربي يسعى الى تجهيز قوات خاصة يقودها طارق صالح بينما يحذر معارضون من خطورة ما تفعله الامارات على الشرعية مواكدين وجود توجه جديد يهدف لبناء جيش موازن للجيش الوطني التابع للشرعية اشتركوا في القناة